حلقة النهاردة مش حلقة عادية ده أنا جاي أكلمك فيها على تجربة وتجربة شخصية كمان اللي قدام منكو ده عاشق للمقالات بكتب مقالات من أول يوم لي على الإنترنت مش عارف إزاي بس بحب أن أنا أتعلم وأجرب وأشتغل كتير في المجال ده بالأخص بدايتي كانت مع بلوجر وصولة لورد بريس وكتبت جميع عنواع المقالات وكان عندي كمية شغف رهيبة كنت ممكن أقعد يوم كامل بكتب في مقالة واحدة دلوقتي للأسف الشديد يعني بجاهد نفسي أن أكتب باراجراف واحد يوميا تخيل معايا ومن الغباء أن أنا ما بستخدمش أدوات الزكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى جايب لك النهاردة موقع من المواقع المميزة اللي ساعدتني أنا شخصيا وحولتني من واحد بكتب باراجراف بالعافية لأن بكتب مئات المقالات بدغطة زر واحدة مبنية بالزكاء الاصطناعي وأكيد مش مية في المية هتتنشر مباشرة ولكن باخدها بعدل عليها شوية بشوف لو في أي تصبيدات مع أن مش مطلوب منك أي تصبيدات وباخد المقالة وبنشرها حلقة النهاردة حلقة عملية وحلقة مميزة هتستفد بها أنت كمبتدئ في مجال العمل على الإنترنت بالأخص إنشاء المحتوى نبدأ على بركة الله وما تنسى نشوك دعمكم باللايك والشير والكومنت وهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس ولو أنتو زي حالاتي شغالين في مجال كتابة المحتوى انزل تحت في التعليقات وقول لي بقالك قد إيه بتكتب مقالات يلا بينا هتقول عليكم أكتر من كده هتقول على طول على الشرح العملي للمرة التالتة تقريبا في نفس الشهر أكلمكم على واحد من أفضل المواقع المبنية بالذكاء الاصطناعي بموديولز وكويسة جدا جدا في إنشاء المحتوى هتقدر من خلال الموقع ده إنك تحصل على آلاف المقالات بدقطة زر واحدة وأيوه إحنا بنتكلم على للمرة التالتة وجاي كلمك النهاردة على ميزة يمكن ما تكلمناش عنها كتير في الأيام اللي فاتت بشكل مفاصل ولكن هتكلم عنها للمرة التالتة وهفضل تكلم عنها لحد ما تستخدموا الموقع ده وتدوا الموقع ده أهميته الكبر لأن ده موقع متاح بأكتر من 48 لغة وأوتو باستت وورد بريس يعني أنت ممكن تعمل الموضوع كله أوتوماتيك بدون تدخل منك يعني إيه تدي له أوامر وتقوله طلع لي عشر مقالات أو عشرين مقالة أو تلاتين مقالة على حسب الكريدت بتاعك جوه الموقع وتربطه بالورد بريس وتقوله انشر انشر على طول أو ما تنشرش على طول ودي لي المقالات دي خليها لي يعني في المسودة في الورد بريس بحيث إن في حد تاني أنا معينه يدخل يراجع ويعدل وينشر وشكرا أنا ما عملتش أي حاجة ما جبتش كاتب مقالات بالرقم الفلاني باللغات المختلفة إحنا عارفين طبعا اللي بكتب إنجليزي عندنا إحنا هنا في مصر بياخد أرقام كويسة جدا جدا يمكن عشر دولار ويمكن عشرين دولار ويمكن أكتر على المقالة الواحدة لأ ده أنت يعني ممكن بصفر دولار تجيب كاتب مقالات احترافي وهو وبينظم لك بقى المقالة بطريقة رهيبة جدا جدا شفناها مع بعضينا الآن اللي فاتت قدام منك فيديو بيشرح وقدام منك بقي آآ يعني المميزات بقى اللي موجودة في الموقع والعرض الشامل لكافة يعني جوانب الموقع زي ما انتم شافين يعني ايه بيقلل عليك الوقت في الكتابة لأنه بضغط زر واحدة وبالزكاة الاصطناعية عشان تسجل في الموقع أدوس كده طبعا فيه اكاونت مجاني وفيه اكاونتات مدفوعة وانا نشغل اجاب لكم خصم وخصم محترم جدا جدا هنا كده الاسم بتاعك هنا كده الايميل هنا كده الباسفورد ودوس كده على ساين أب هيدخلك على لوحة التحكم او بتسجل بي الايميل بتاعك مباشرة طنع عن طريق لوك ان وز جوجل عندي اكاونت مصبك هدوس كده على ساين أب هيدخلني على الاكاونت الخاص بي داخل الموقع الوجهة دي انتم خلاص شفتوها مرة واتنين قبل كده وجاين دلوقتي تشوفوها للمرة التالتة ممكن ان انا ابني مقالة يعني مقالة واحدة بس بضغطة زر واحدة وممكن ان انا انشي الاف المقالات خلاص باستخدام اداة ودي من خلالها بعمل مقالات كتير وهنجربها النهاردة تاني قدام منكم خلاص عندك الهيومانايزر تول ممكن تاخد اي مقالة مكتوبة بالزكاء الاصطناعي انت شايف ومقتنع انها اه يبان فيها الذكاء الاصطناعي وعايز تحولها بقى لكتابة يعني اه بشرية بتستخدم اداة الهيومانايزر تول وبقى الادوات دي انت ممكن تبقى تبص عليها بصة مع نفسك طبعا مش قدنا مشكلة اتكلمنا عنها كتير قبل كده وعندك هنا اللي انا تمتها وعملتها قبل كده في الموقع وعندك هنا الخاصة بيك او الخطة الخاصة بيك انت في نسخة افري ولا نسخة مدفوعة عندك كام كلمة خلاص ممكن تستخدمها في يعني بتاعتك طبعا انا عندي او اللي باقي ليا دلوقتي من المتين الف حوالي اه ستين الف هنجرب بيهم بس مع بعضينا يمكن مقالة او اتنين بيكتير جدا جدا عندك اربعة واربعين من مية ودي حاجة كواسة جدا جدا برضو وهنرجع للاسعار وهنشوف الاسعار دي مع نفسنا ان شاء الله في سياق الفيديو هنشوف الخاصمات اللي نازلة بمناسبة البلاك فرايدي عندك الميزة الممتازة ويعني اللي انا شايفها حاجة كواسة جدا جدا انا وهي انت بتدرب يعني بتعين كده كاتب مقالات بيفهم طريقة كتابتك وبيكتب زيك بالملي يعني ايه انت من خلالها بتبدأ تدرب الزكاء الاصطناعي على التون او او طريقتك انت في الكتابة خلاص بحيس ان يكتب زي ما انت بتكتب بالملي ما ببقاش في فرق كبير ما بين كتابتك انت وكتابة الزكاء الاصطناعي عندك لحد عشر خلاص اه تقدر انت تدربها داخل الحساب بتاعك دوس كده على من هنا ومن تقدر ان انت تضيف اما عن طريق تاخد كده المقالة بتاعتك اللي انت كتبها اللي انت كتبها بايدك تمام وتحطها هنا وتدوس كده على او بتاخد كده لينك من على اي موقع وتضيفه هنا كده واول لو انت عندك مقالة مسبقة داخل الجهاز بتاعك فخليني خليني كده ادخل على اي موقع من مواقع زي موقع على سبيل المسال واخد مسلا المقال ده بما اني مسلا هتكلم على فوتوغرفي فاخد كده المقال ده وحط اللينك هنا وادوس كده على هيبدأ انه يحلل يحلل خلاص اه المقالة اللي مكتوبة قدام منك ده ويبدأ يفهم الكاتب شغال ازاي وشغال بانهنبرة بالزبط تمام زي ما تشاهدونه شغال ازاي كل دي كده يعني معطيات بتدرب عليها الزكاء الاصطناعي على طريقة الكتابة نفسها وادوس في الاخر كده على ويبدأ يتحفظ معك بالشكل ده ارجع بقى دلوقتي للبيلدر او عشان ابدأ ان انا اكاريت خلاص معاكم مقالات كتيرة جدا جدا ودخلت كده على طبعا انا ما عنديش لسه او لسه دلوقتي ميش متوفر معايا كريدت عشان اقدر ان انا اولد لكم مقالات كتيرة جدا جدا بقى وجينريت كتير وكان ده كله ولكن اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في حلقة كاملة عندي في القناة هنا كده بكتب الكيوورد الرئيسية بتاعتي وليكن على سبيل المسال فوتوغرفي انا عايز بس اجيب كده ايه فوتوغرفي مقالة عن الفوتوغرفي خلاص وادوس له كده بس على وادوس كده على بحيس انه يبدأ يولد لي واحدة كمان تاني او مقالة تاني انا عايز تلت مقالات اهو خلاص هادوس كده على تبدأ يولد لي تلت مقالات بمواضيع مختلفة هاجي هنا في هقول له طلع لي عنوين للتلت مقالات دول هيبدأ يطلع لي عنوين بشكل انت شايفه قدام منك دقيقة ده بشكله مفصل جدا جدا الكيوورد اللي هتستخدم داخل المقالات دي طلعها لي برضو بالزكاء الاصطناعي يعني تخيل معي وهو كاتب بيكتب باوامر منك الاوتلاين بتاع المقالة هسيبه زي ما هو عشان ما ياخدش مني كتيره لكن انت ممكن تقول له كتب لي كمان الاوتلاين الخاص به المقالة دي بحيس يطلع لك تمام تأسيمة المقالة تبقى ماشي ازاي انت بقى اتعدل فيها تشيل اللي تشيله تضيف اللي تضيفه دي بتاعتك انت خلاص بعد كده عندك هنا اللغة انت ممكن تختار ما بين تلاتة واربعين لغة بما فيها اللغة العربية وبما فيها اللغة الانجليزية كله متاح معاك يا باشا بدون قد مشكلة حجم المقالة اما من ستمائة لالف ومتين كلمة ودي حاجة بسا جدا جدا بالمناسبة لحد من تلات تلاف وستمائة كلمة لخمس تلاف ومتين كلمة يعني تقريبا كتاب انت بتكتب كتاب بالزكاة الاصطناعية تمام اه اما اما بتختارها اما بتختارها او بتيجي لي من هنا وتبدأ تختار بقى يا باشا اللي انت دربته انا اختار هنا لغالي لانهم موجودين في البراند اللي انا بنيته هختار من هنا على سبيل المسال آآ اختار من هنا كده الموديل الخاص بيه الكتابة او الخاص بيه الزكاة الاصطناعية عندك شغال والشغال شغال شغال برضو كل دول معاك مية مية انا اختار من هنا عشان بس نجرب معنا الدنيا ماشي ازاي تمام? ومن هنا كده هتخليها براحتك انت مش هتخليها برضو براحتك انت عندك هنا لو انت عايز تضيف رقم موبايل معين اشتغل عليه الاخره عندك ومنها بتقدر ان انت تضيف صور بالزكاة الاصطناعية ايوة ممكن اختار من هنا كده ياس واختار هنا لحد صورتين بس والامج ستايل بتاعي هخليه فوتو عادي وده من هنا لو انت عايز تضيف والبراند نيم لو انت عايز تضيف براند نيم مسلا اكتب آآ مسلا ايه اكتب ريان خلاص ده البراند نيم تمام? وعندك الفيديوهات يوتيوب برضو نفس الكلام ممكن اختار فيديوهات يوتيوب وفيديو واحد بس هو ايا كان شغال بقى براحتك انت تمام? وهنا كده لو انت عايز تضيف بقى اسوال تضيف آآ اي حاجة كل الكلام ممكن تضيفه هنا ويتضف معك بشكل تلقائي لبنية المقارة نفسها شغال معك لو انت رابط الموقع بتاعك خلاص بالموقع ده تمام? بعد ما تخلص كل الكلام ده باشا بتطلع فوق كده وتدوس على كلمة من هنا آآ ان شاء الله يعني الكريدت اللي معي يكمل معنا وتجرب وانت شوف الدينة تمشي ازاي? بيبدأ يعد معك من صفر في المية لحد مية في المية وبعد ما يخلص المية في المية دي بيبدأ يديك النتيجة النهائية اللي هي مقالة كاملة مبنية بالزكاء الاصطناعي. ممكن تدوس كده على من هنا لحد بس ما يخلص معنا وتبدأ تتعرف على الجديد في الموقع. يعني لو في اي تحديث نازل في الموقع بتشوفوا من هنا كده آآ في طبعا هنا الضافت جديد والشغالة برضو والانترفيس وحاجات كده جدا جدا تضافت للموقع ممكن تعرفها من التحديثات اللي موجودة قدام منك دلوقتي دي. لو جينا على صفحة الرئاسية ونزلنا تحت كده ندوسنا على نبص على اسعار لحد ما نرجع ونشوف آآ المقاتل تمت معي. عندك طبعا النسخة المجانية ودي متوسرة للجميع. ممكن تعمل الاكاونت. في اي وقت هتلاقي النسخة المجانية متاحة معاك وبتديك لحد خمس مقالات. بتدي خمسة بتديك لمت عشر تلاف كلمة في الخمس مقالات كلهم. بتديك كمان لحد خمس مقالات. بتديك كمان والاوتو سيتيشن والكونكت ويب والسينديكيشن وغيره من الممازلات التانية. ولكن لا تقارن بالنسخة المدفوعة اللي فيها البراند فويس واللي فيها البالك جينريشن واللي فيها الجي بي تي فور او والكلاودي ثري او بي او اس. وعندك الاوتلاين ايديتر والورد بريس انتيجريشن وغيرها بقى من الممازلات الاخرة بما فيها الانترنر والاكسترنال لينكينج ومميزات فعلا هتفيدك لو انت عايز تتعامل مع كاتب محترف. المميزات اللي موجودة في الخطة دي اسعارها كالتالي. الخطة اللي ستارتر لو هتدفع شهريا مش سنويا بتسعتاشر دولار. الخطة بتبدأ معاك ماتين وخمسين مقالة بتسعة وسابقين دولار وممكن ترفع عن كده لحد ما توصل لخمس تلاف مقالة هيكون السأل الكبير جدا جدا غير الدامج ده. وبالمناسبة في عروض دلوقتي شغالة عروض البلاك فايد اي لو دست كده على اوب جريد ناو لو انت بتدفع شهريا ودست كده على وبدأت ان انت تضيف الكوبون كود اللي يسهر لك دلوقتي اول هتلاقي موجود في وصف الفيديو تدوس كده على الابلاي هيديك خصم تلاتين في المية على الخطة الشهرية لو هتدفع شهريا مش هتدفع سنويا. انما لو انت هتدفع سنويا وعايز ان انت تاخد خصم محترم لو هتدفع سنويا طبعا هتختار الستارتر من هنا تمام? وبعد كده تدوس على كوبون كود وتحط الكوبون كود ده بيديك اربعين في المية خصم على الخطة السنوية وبينزل معاك السعر لي ميت دولار يعني بتوفر تقريبا اربعين دولار من آآ الخطة اللي انت تدفعها. وطبعا معاك الكوبون كود الخاص بينا اللي بيدي خمسة وعشرين دولار في اي وقت وممكن تتم الكرام ده بدون ادنى مشكلة وفي اي وقت. بعد ما تخلص الاسعار بقى ترجع لورة كده عشان نشوف بس ايه بتاعنا الباشا هرجع وراء عشان انا ايه مش عايز اكتب انا كتبت وخلصت هرجع ليه من هنا وبص على المقالات بتاعتي لو فتحت كده تمام? هتلاقي دي المقالة بتاعتك. ادي العنوان. واتي الخاص بي المقالة. زي ما انت شايفين حطي لك كلمة ريان آآ يعني ده براند خاص بيا. زي ما انت شايفين جاب له صورة مبنية بالزكاء الاصطناعي. جاب لك بقى تاكسنت المقال كاملة. وجاب لك فيديو من على يوتيوب بيتكلم على خلاص. وجاب لك هنا تلخيص بقى وجاب لك انواع الكاميرات. يعني بص بيديك مقالة كاملة اكن اللي بنيها هو الزكاء الاصطناعي. مش زكاء الاصطناعي. قصف لأكن اللي بانيها هو شخص يعني حد كده قعد كتب المقالة دي من البداية للنهاية تعمل ايه تاخد المقالة دي وتبدأ تعدل عليها لو شايف انها محتاجة تعديل او تاخد المقالة دي وتروح على الاداة اللي اسمها لو انت عايز تعمل ليها اي موقع النهاردة من المواقع المميزة اللي بدأت تستخدمه بشكل شخصي على حساب تاني غير الحساب ده طبعا لانه ده خاص بالفيديوهات وانا شايف يعني النتيجة كويسة جدا جدا من الموقع ده في نيتشات معينة وبكرر اهو في نيتشات معينة وبأدت معين بيتم على المقالة النفسها لحد كده يكونوا سوتي نهاية حالة النهاردة كان معكم محمد ريان وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة